اشتركوا في القناة تواصل الحملات التوعية من فيروس كورونا وسبل التوقي منه في تونس دول أوروبية تعلن تزايد حدة وسط إجراءات وقائية مشددة في مواجهة ارتفاع خسائر فواجع طريق البشرية والمدية ندوة دولية في سفاقس تدرس تشجيع البحوث الجامعية وأدماج الجامعة في التوعية بالسلامة المرورية عبرها أهلا بكم مشاهدين من جديد تحتفل تونس اليوم كسائر الدول باليوم العالمي للمرأة بهذه المناسبة أعلن رئيس الحكومة ليس الفخفاخ عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى مزيد دفع المبادرة الاقتصادية النسائية في الوسط الريفية من بينها مضاعفة الاعتمادات المرصودة لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية من ثلاث مليون دينار إلى عشرة مليون دينار أعلان جاء خلال زيارة أدها الفخفاخ إلى مجمع التنمية الفلاحية أسواعد مرناج بمنطقة برج السوقي من ولاية بن عروسة أين طلع على بعض منتوجات الفلاحات المنخرطات في مجمع التنمية وأبرز الإشكاليات التي يواجهنها نسبة للقنوض المسنودة للمشاريع الفلاحية النسائية لأنها مهمة برشا هذه نضعفها بخمسة مرات ما كانت تمثل 6% طموحة متاعنا 30% من الفلوس هذه تمشي للمشاريع الفلاحية النسائية طار التمييز الإيجابي لكي لا يقع الشعار نحب أن تكون 70% من مبلغ هذه ماشي للجهات الداخلية الجهات التي نعتبرها يزمها تنتفع بالتمييز الإيجابي في انتظار خطة للتسويق لأن المشكلة هو التسويق في مبرشة انتاجات انتاجات بيو انتاجات ذات قيمة مضافة يعرفوا قيمتها ساعات البر أكثر من اللي في تونس انتظار منظومة كاملة مع سيد وزير فلاحة وسيد وزير التجارة وسيدة وزيرة المرأة في انتظار باش نخصوا يوم وطني سنوي لمنتجات المرأة في الوسط الريفي وباش يكون بالشراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والبنك التونسي للتضامن وذلك باش يتقرر باش يكون في أكتوبر بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمندوبية الجهوية للمرأة بمنوبة نظمت انترنشنل أليرت بمنوبة منتدى حول قانون العنف ضد المرأة وماذا تغير بعد سنتين من دخول هذا القانون حيث التطبيق التعريف بالضمانات القانونية والمؤسستية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة حدودها وماذا تفعلها أليات رعاية النساء ضحاء العنف من أبرز ما نخش خلال هذا المنتدى ما هي التحديات؟ ما هي الأولويات؟ ما هي المشاكل لتطبيق القانون؟ هلنا فعلا معطيات كمية قادرين أن نقيموا بها ما نحن بشد العمل عليه؟ ويهدف المنتدى أيضا إلى تعزيز أليات رعاية النساء ضحاء العنف على مستوى الوقاية والحماية القانونية والمراقبة الصحية وضبط برنامج تدخل مشترك بين الفاعلين أليات التطبيق قمتعه ما زالت ما هيش نفعلها كيف ما يلزم وفما المشكلة الأخر متاع التشبيك وإلا نقوله أحنا المرأة المعنفة لين تمشي بالضبط هذا معناها فمش تنسيق ما بين الصلط الجهوية المعنية وإلا الصلط على مستوى وطني المشكلة هنا في آلية أكثر منه آلية تطبيق أنه أحنا قاعدين نلوجه كيفية المرأة المعنفة وين تمشي بالضبط وين كيفية تلقى معناها الحل لمشكلتها كلكو سواء على مستوى الاجتماعي ولا على مستوى الاقتصادي وإلا على مستوى الضرر الصحي المادي والنفسي الخدمات المقدمة للنساء ضحايا للعنف التي تتوجهها المركز الشرطة المركز الإيوي والإنسات للرعاية الصحية وخاصة للقضاء إنه نساء العديد منهم من يرفعوا القضية لكن يخذ المسار القضايا يخوا برشا وقت مزيل مفهميش أماكن مخصة للنساء ضحايا للعنف مزيل التعامل كما هو بنفس الأسلوب القديم قبل حتى القانون أنا رأي لدور المجتمع المدني لابد أنه معناها تضافر الجهود بين الهياكل الرسمية والمجتمع المدني الجمعيات يلزم نكثفوا ونكثروا من الجمعيات التي تعمل على حقوق المرأة وعلى حقوق الإنسان بصفة عامة لأنها تسهل لنا العمل نظرا للمرونة التي عند الجمعيات في التصرف وفي اتخاذ القرار وللإشارة فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة الممتدة من فيفري 18 ألفين إلى غاية ديسمبر من نفس السنة ما يدعو وفق المختصين إلى مزيد العمل على تفعيل القوانين على أرض الواقع واتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف وتتبع مرتكبيها نجات فتاة تحدت هيقتها لتنحة مشاهد فيها من فنون الرسم الكثير هي من اختارت أن تكون ريشتها قلمها ويدها وعشقها للألوان التي تعكسها لوحاتها نجات البامي رسامة عصامية لم تمنح الإعاقة في اليدين للرسم بوسطة الفم وتثري رصيدها بعديد اللوحات الفنية نرسم بفمي خطر أني عندي إعاقة ولو أني إنا الإعاقة ما نحبش نقولها خطر نعتبرها انتلاقها بنسبة لي تولدت إيدي ما تحركش وسقيا معتها زادة كيف كيف ما تحركش ما نجم نمشي شوية من اللي عمري أربع سنين والأقل شوية اكتشفت أمي في الموهبة هذي لقاتني أنا كيف صغر الكل شديد شديد الحاجة شديد بفمي مش بإيدي يعني صغر يشدوا بإيدي هم أنا شديد بفمي الكاس واللعبة والقلم والكل أمي قرأتني كنت نقرأ مع أخواتي نعرف نقرأ ونكتب نصع عن فيسبوك ومتزوجة وعندي ابنية عمرها تسعة سنين تسلحت بالتحدي وعشق الفن دون تكوين أكاديمي سندها في ذلك العائلة وخاصة وليدتها هي عندما تشوف أخواتها يقرأ وبعدها خضر هي الكبيرة أخواتها يقرأ ومزال وهي تأخذ حد تحب على قلم تأخذه بفمها وتبدأت تتخطط في أي حاجة أول مرة شفتها قربت للحيط تحب على تصوير كبير وبدأت ترسم في الحيط ودخلت أنا هي في بيانها خافة تقول لك أني نوصخ في الحيط كيف كأي صغير قلت لها محلة التصوير محلة أنت تحب على ورقة وتحب على حاجة كبيرة نجيب لك البوشيات ونجيب لك ونجيب لك الألوان العادية القراءة بتاع المكتب وجبت لها ونشكر فيها ونشجع فيها وهي بدأت يكبر فيها الحلم ووليت لي حكاية غرام ووليت نحب نتحدى بها روحي ونوري للناس اللي المعاقره وعنصر فاعل ونجم يكون إنسان ناجح خطر يمكن أنا في صغرتي سمعت برشة كلمة مسكينة أنا كلمة مسكينة ما نحبهاش حبيت نحي كلمة مسكينة والحمد لله معتها وصلت لها عباد لبس عليهم مقادرين ويقتديوا بي وياخذوا من عندي القوة والعزيمة ورسالة نحب نوري للناس اللي راهو الإنسان كي يحب ينجح راهو ينجح يدوري ما أكثرش منها جيت معتها يديها ما تحركش ووصلت معتها حمد لله يا ربي معتها كتبوا عليها حتى في سويسرا وبرشة مجلات وجرائد عالمية وجيتني قنوات والبي بي سي جيت قنوات كبيرة صورت معايا يعني اللي يحب ينجح راهو ينجح يحط في قلبه أو الحاجة يرضى سعب اللي يعطيها ربي ومن بعد يلوج أكيد خطي ربي ما ينقص حاجة يعوض حاجة أخرين جوائز عديدة حصدت هذه الرسامة على المستوى الوطني والدولي ما سهم في مزيد تحفيزها والله أنا أحلامي كبيرة أحلامي نحب نوصل على فنانة رسامة ارتيست معتها عالمية وخاصة معتها نحب نتحصل على شهادة الاحتراف التمتع بشهادة احتراف هو حلم هذه الرسامة علها تجد أدنى صغية من قبل سطة الإشراف حتى تواصل مسارتها الإبداعية بأكثر ثبات ونجاح أكدت وزارة الصحة أن مصالحها قامت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين أواخر شهر ديسمبر 19 و2000 وإلى حدود اليوم ب136 تحليلا بالإضافة إلى وضع أكثر من ألف شخص في العزل الصحي الذاتية 750 منهم أتموا فترة العزل دون ظهور أي أعراض لإصابتهم بالفيروس وجددت الوزارة في بلاغ لها السبت تأكيدها أن تونس لم تسجل إلى حدود اليوم أي حالة جديدة للإصابة بالفيروس باستثناء الحالة الأولى التي تم الإعلان عنها يوم الثاني من مارس الجارية مشيرة إلى أن كل التحاليل التي تم إجراؤها اليوم السبت وعددها خمسة قد أسفرت عن نتائج سلبية وأثبتت سلامة أصحابها من الفيروس وشددت على أن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة وفي عدد من المدن تونسية انطلقت الحملة التوعوية بالمدارس الابتدائية والمؤسسات الجامعية للتوقي من فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه في صفوف التلميذ والإطار التربوية حصص توعوية تحسيسية انطلقت الإدارة الجهوية لصحة بقفصة في القيام بها بعدد من المؤسسات التربوية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه في صفوف التلميذ والإطار التربوي وجونا فريق الطب المدرسي يحكونا على الفيروس الجديدة مرض الكورونا وبش نقوموها جووا من الطب المدرسي ينصحا قالونا على برشة حوايج يتفيدنا من المرض هذا وجينا اليوم كفريق طب مدرسي بش نعملوا حسة تثقفية للولدات ولتلامذب فيما يخص طريقة التواقي من هالمراض عن طريق أصل أيدي وعلمنا ورنا لهم شنية للأعراض لتنجم تكون مساحبة لهالمراض وعلمناهم زادا كيفاش نجموا إذا كان فما شكون من عائلتنا عندها الأعراض ولم نصحابنا عندها الأعراض شنوه ينجم يعمل وفي إطار الأسبوع المغرب للصحة المنتظم بالمهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة طرح طلب جملة من الاستفسارات حول مخاطر هذا الفيروس داخل الأوساط الطلابية بالمبيدات والمطاعم الجامعية والاحتياطات الواجب اتخاذها للتوقي من انتشاره نحن يخصنا الطلبة رانا نتلموا برشا هم في قرر في 200 في 300 ثم بلايس فيها حتى 500 الماكلة ناكلوا في بلاسة نتلموا في 1200 و 1500 عنا فويل هنا يبدو منظور يهز في 1200 عنا ديزي بان مو يوصلوا يحضروا فيه 800-900 عبد هذي الكل في البلاسة نتلموا فيه شنو نعملو الحمد لله يا ربي لنا معلومة وصلت شكرا للدكتورة شكرا للفراملة قدمنا لهم التوصيات اللي يلزم يعملوا بها لتفادي هذا الفيروس اللي ما ينمزناش نخافوا منها برشا برشا مع انتخاطر نشوفوا فيهم ياسر خايفين الطلبة ويطلبوا في الليماسك في الليبافيت وكل حبينا نهدقوا من روعهم ونقولوا لهم روعوا فيروس عادي هذا وقد ارتفع عدد الأشخاص المعزولين ذاتيا بولاية قفصة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 66 شخصا يخضعون لإجراءات الحجر الصحي الذاتي من بين المخالطين مباشرة لحالة الإصابة الوحيدة التي سجلتها بلادنا وأيضا من بين العائدين من بعض المناطق الموبوئة وخاصة إيطاليا وفي العالم أعلنت سلطات الإيطالية فرض حجر صحي على 16 مليون شخص وسبب مزيدات توقي من مخاطر فيروس كورونا الذي اجتح عددا من مدنها خاصة في شمال بما فيها العاصمة المالية ميلانو وأغلقت كليا ووقع رئيس الوزاء جوزيكي كونتي ليلة ماضية على قرارات تشديد القيود التي لا يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من أفريل وتتضمن الإجراءات أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومبردي أكثر المناطق الإيطالية ثراء وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن البندقية ومودينة وبارما وبياتشينزا وقد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 36 حالة فيما سرجلت في 24 ساعة فقط أكثر من 1200 حالة وهذه أكبر زيادة يومية تقول السلطات الصحية الإيطالية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين إيران وهي بؤرة أخرى لانتشار الفيروس أكدت وجود ما يقارب ستة ألاف إصابة بالفيروس و194 حالة توفات وفي المملكة السعودية أعلنت اليوم أربع حالة إصابة بالفيروس وفي العالم إجمالا سجلت 3500 وفات أغلبها في الصين منبع الفيروس مدير منظمة الصحة العالمية وصف انتشار الفيروس بالمقلق جدا حاثا جميع دول العالم على اعتباره أولويات قصوى فواجع الطريقة ما زالت في ارتفاع وهي تستنزف العائلات في الأرواح كما الدولة في الأموال العلاج والبنية الأساسية على حد سواء في اسفاقس تطرقت ندوة دولية لبعض التجارب في كيفية التصدي للحوادث المرورية وتقلص من فواجعها عبر بوابة البحث العلمي أكثر من 800 إصابة خطيرة ترد سنويا على العناية المركزة في مستشفى الحبيب بورقيبة باسفاقس جراء الحوادث المرورية يمشي طب الشرعي يجينا من عنا وبعد حالته تتعكر لكن الحوادث التي فيها خطر على الحياة أكثر من 800 حالة في العام في مستشفى حبيب بورقيبة باسفاقس كلية العلوم باسفاقس كانت المحطة الأولى لرص صفوف للتصدي للحوادث المرورية والتقليص من تلك الأرقام المفزعة من بوابة البحث العلمي عبر ندوة دولية لإنشار كثير الأسالي ذاو الباحثون والطلبة مع السئناس بتجربة فرنسية علينا مزيد تعمق في البحوث تنويعها وإنتاجها وهذا يفترض امتلاك أليات للبرمجة صلب الجامعة لإدماجها في هذا المجال وتيسير عملية إجراء البحوث بالطبع عبر تمويلها وجعل الأعمال الميدانية أكثر يسرا العالم يتطور الاحتياجات بالنسبة للبنية الأساسية الدراسات يلزمها تتعمل بطريقة علمية وبالتالي الشريك الأمثل للقيام بالدراسات هذه هو الجامعة الجامعة اليوم مطالبة باش تتعاون مع المجتمع المدني لتحسيس الطلبة وتحسيس الجامعيين والأسادة بضرورة إدراش السلامة المرورية ضمن المواضيع البحث زوايا بحثية متنوعة يمكن أن تحاصر ظاهرة الحوادث المرورية بدءا من التأسيس لخطاب تواصلي وصولا إلى التعمق في تجهيزات الملائمة بطبيعة بما أننا مستقبل لوجستيس فهذا مجال بحث لنا أحدا وهذا معنا شيء وارد نحن نتوى عن عدة بحوث سواء في الإنتليجانس أرتيفيسيال سواء في العلوم الجيولوجية سواء في العلوم الفيزيائية سواء الرياضية يجمو أن يكون هناك علاقة قريبة ياسر من السلامة المرورية يجمو أن نجمو في تبيع الحال الندوة نجحت عبرها جمعية تونس السلامة المرورية في توسعة حزام احترام قواعد السلامة المرورية وإشراك الجامعة في هذه المسؤولية المجتمعية اختتمت أمس بالكاف الدورة الرابعة للصالون الفلاحي بالشمال الغربي وقد شهدت هذه الدورة مشاركة 25 عارضا من تونس والجزائر عارضون من عدة مناطق في بلادنا ومن الجزائر الشقيقة كانوا حاضرين في ولاية الكاف للمشاركة في الصالون الفلاحي بالشمال الغربي يندرج اللقاء التاعنا والمشاركة التاعنا في التعريف بالمنتوجات الجزائرية وفي إطار التبادل التجاري بينه وبين تونس باش نرقع إلى منظومة اقتصادية تهدف إلى تبادل تجاري وخلق مناطق للتبادل الحر شاء الله تكرروا لنا المعارض هذه ديما بمدة أطول باش نعرفوا بالمنتوج خطر احنا مشكلتنا في الترويج يعني عنا المنتوجة ما الترويج ما عناش كيفاش نروجه الصالون تضمن عرضا لمنتوجات فلاحية متنوعة وخاصة المنتوجات التقليدية بالإضافة إلى عرض الوسائل والمعدات الفلاحية العصرية سواء منها معدات الرئي أو الحراثة أو الزراعة كيفية استخراج زيت القذوم وحبين نعرفه بالمنتوجة ذايا خطر ما زالت العباد تخدم فيه تقليدي احنا اليوم معناها اطورنا في المنتوجة ذايا واصبح ذايا صدايا عالي الصالون يهدف إلى تمكين المجامع الفلاحية بالشمال الغربي من فضاء لترويج منتوجات منخرتيها وتمكين فلاحي هذه المناطق من الاتلاع على الوسائل والمعدات العصرية وما تضعه البنوك وهياكل التمويل من تسهيلات لاقتنائها اليوم توجد معنا الميكرو كريديت ومعنا برشة من المزودين المعرض هو نقطة التقاب بين الفلاح والمزود بين الفلاح والممول إن شاء الله بش نعمل بش تكون دورة دولية في الدورات القادمة ويعد الصالون الفلاحي بالشمال الغربية إحدى المحطات التي عادة ما تستقطب اهتمام الفلاحين ومجامع التنمية الفلاحية في بلادنا في مدينة تبرقى من ولاية جندوبا ناقش المشاركون في الندوة الإقليمية حول دعم الديمقراطية التشاركية بين السلطة المحلية والمجتمع المدني التقنيات والاستراتيجيات والأليات المستوجبة لبناء قدرات القيادات المحلية وضمان سير عملهم وتحقيق أهدافهم وتواصلهم مع بقية الفاعلين الاجتماعيين والمعنيحين والمختصين لتنفيذ مشاريعهم التنموية المحلية وتحديد أولوياتهم انتظمت بمدينة تبرقى الندوة الإقليمية الثانية حول دعم الديمقراطية التشاركية بين السلطة المحلية والمجتمع المدني من تنظيم مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بحضور أكثر من مئات مشارك حبينا المجتمع المدني يقعد مع المجالس البلدية عز الطاولة لأنه ثم مفهوم زادهام اللي هو يفرض على الجماعات المحلية تشريك الجماعيات والمجتمع المدني في أخذ القرار التنموي نجعل هذه العلاقة علاقة إيجابية علاقة التكامل علاقة التعاون معها تكون علاقة التوتر وتصادر وهذا علاش لأنه هذا يرجع المصلحة على المنظومة التنموية المحلية الندوة مسألة مناسبة لعدد ممثلين مجتمع المدني والسلطة المحلية بولاية الشمال لتقديم تجربتهم وتقييم مواطن الخللي وخاصة في مجال أخذ القرار في القضايا التنموية في دل الديمقراطية التشاركية دورنا أن نكونوا قراب من الجمعية تمتعنا دورنا أن نقلولهم في إطار اللامركزية كذلك ليس أن نوفرولهم كل السبل الكفيلة بتنمية قدراتهم بي يكونوا واعين بدورهم كرافض مراوافض الأساسية لأشأن العام كرافض مراوافض الأساسية للحكم المحلي سياغة السياسات وتكريس تقاليد الديمقراطية التشاركية بما يحقق الهدف الرئيسي من اللامركزية كانت أيضا من بين أهداف هذه الندوة الإقليمية باعتبارها فرصة لمزيد الوعي بقضايا التنمية المحلية وكسب التأييد والدعم لها فما مجالس بلدية فاتحة إيديها وتحب تتعامل مع الجمعيات وتحب تأسس فعلا لديمقراطية التشاركية حقيقية وثم في فضعيات نرقل مع بعض الصد أو بعض غياب المعلومة وغياب الأعلام الملتقى هذا الشيء الذي فقنا به مليحة مليحة اليوم أولا اللحم ما بين عضاء المنزل البلدي ثم اللحم الكبير الذي يزمى تكون ما بين عضاء المنزل البلدي وكل مكونات المجتمع المدني دعم الديمقراطية التشاركية بين السلطة المحلية والمجتمع المدني هي إحدى الركائز الرئيسية التي من شأنها المساعدة على تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة ببلادنا ومن أخبارنا الرياضية لهذه النشرة لم يتمكن نجم الرياضي الساحلي من العبور لنصف نهائي كأس ربيطة الأبطال الإفريقية رغم فوزه مساء أمس بملعب رادس على ضيفه الودادة البيضاوي المغربية في إياب ربع نهائي بهدف وحيد حمل توقيع المهاجم الجزائري كريم العريبي في الدقيقة السابعة والخمسين إذ أن النجم كان قد انهزم في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل احتفالا باليوم العالمي للمرأة انتظم صباح اليوم بجهة قرطاج ماراتون نسائي امتد على مسافة ستة كيلومترات وذلك لمزيد تشجيع المرأة على ممارسة العدوى تظاهرة تميزت بحضور أجنبي من قبل مشاركة من عدد من الجنسيات الأوروبية خطوات عليسة تظاهرة أطلقتها جمعية قرطاج العدوى إحياء لليوم العالمي للمرأة وتتمثل في ماراتون نسائي أقيمت نسخته الأولى بجهة قرطاج ليتجاوز الحدث بعده الرياضي ويجمل البعادين الثقافي والسياحي عبر حضور عداءات من جنسيات مختلفة وإبراز ما تسخر به الجهة من إرث حذري ومعالم تاريخية مرأة تونسية في كل ماذا يدين نلقاوا مرأة تونسية وبالطبيعة المرأة تونسية هي الأم هي الأخت هي السجوزة هي البنت واليوم نحن نحتفل بالليوم العالمي لحقوق المرأة وابعثنا أكثر من 500 مشارك اليوم بين الرندونيز الكوريز نجاح كبير بلسة مش بارا زهراي بلسة جاي في منطق كارتاج لغوين دو كارتاج لسطوار ترميلان لسطوار مسار السباق امتد على مسافة ستة كيلومترات ما جعل المنافسة تكون عالية خاصة بين العداءات المحترفات لذا أولى المرتبة الأولى في النهاية للعداءة الفرنسية مايسكي ميلر أشكر جميع على حسن تنظيم هذه التظاهرة وأنا سعيدة بكوني من ضمن المشاركات السباق كان جيدا وجدت بعض الصعوبات في المرتفعات لكنني أحببت المشاركة والأجواء وقد شهدت التظاهرة أيضا تكريم ثلة من البطلات والوجوه النسائية المتألقة في مجالة عدة وذلك اعترافا بقيمة المرأة ومكانتها في المجتمع التونسي والآن مشاهدين تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عنوين في اليوم العالمي للمرأة لعلنوا عن مجموعة من الإجراءات للدفع نحو المشاركة الاقتصادية للمرأة ومختصون يوصون بتعزيز أليات حماية النساء ضحايا العنف تواصل الحملات التوعوية من فيروس كورونا وسبل التوقي منه في تونس ودول أوروبية تعلن تزايد حدته وسط إجراءات وقائية مشلدة في مواجهة ارتفاع خسائر فواجع الطريق البشرية والمادية ندوة دولية في صفاق استدرس وتشجيع الوحوث الجامعية وإدماج الجامعة في التوعية بالسلامة المرورية عبرها ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكرا لحسن المتابع والاهتمام دونتون بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر